السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي نكمل وياكم موضوع جديد ومهم عن دراسات السرع المرورية للمركبات وعادة لو نجي على تعريف السرع للمركبات هي rate of movement of vehicle in distance per unit of time إذن هي حركة المركبات في مقطع معين أو في section معين من طريق خلال وحدة الزمن عادة تقاس بوحدات الميل بالساعة أو بوحدات الكيلومتر بالساعة فبالتالي عملية احتساب المركبات أو سرعة المركبات تقاس بوحدات الميل بالساعة أو الكيلومتر بالساعة عكس ما شفنا هذا وين بالنسبة للمشات لأن المشات يقاس أما بوحدات المتر بالدقيقة أو المتر بالثاني فهذا لازم نفرق بينات طيب بالنسبة للسرع بالبداية أكو فد مصطلحين لازم نعرفين هو time mean speed والspace mean speed الدراسات هذه كل دراسة إلهي قانونها الخاص وكل دراسة إلى غايتها الخاصة فبالنسبة للtime mean speed يحسب لك معدل سرعة المركبات في مقطع معين من طريق في نقطة معينة شوف في نقطة معينة أما شوف في points at a point on highway إذن في نقطة معينة أما لspace mean speed فيحسب لك سرعة أو معدل سرعة المركبات خلال مقطع معين خلال مقطع معين إذن شنو هذا؟ خلال section معين يعني لطول ما من الطريق طيب time mean speed شون نحسبها؟ إنه هو نجمع المسافات على الأزمنة معناها نطلع مجموعة السرعة نقسمها على عدد المرات من المركبات space mean speed لا أهنانا يعني المسافة نقسمها على مجموعة الزمن ونضربها في ال N اللي هي عدد المركبات وبالتالي رح يكون هنا لك فرق بسيط مقدار الفرق البسيط هذا تم قياسه واحتساب بأن معدل time mean speed اليوتي هذا يقصد time mean speed هو space mean speed زائدا sigma square على space mean speed وهذا هو معدل standard deviation اللي هو معدل الانحراف المعياري للقراءات بالتالي لو أجينا أخذنا هذا السؤال الواضح أمامنا شي يقول the time the travel time shown in table عدنا مقطع معين لطريق ويقول هذا الطريق طول section هو 3.2 km segment of highway المطلوب من عدنا احسب TMS والSMS ولياش الSMS هو أقل من TMS دائم أن يكون SMS أقل بقليل من TMS أول شي هو مطينا المركبات كم مركبة مركبة أولى ثانية ثالثة رابعة خامسة ساعة ممكن في دراسات معينة نسويها نأخذ 100 مركبة لكن هنا نبس مجرد دراسة حتى نتعرف عليها كل واحدة لها time interval هذا شون سجينا time أو travel time لهو وقت المغادرة أو زمن الرحلة لهذه المركبة خلال مقطع الطريق أنه كل مركبة شون قطعته أما أنه أنا أحسب الوقت خلال المركبة أو عندي عداد بالبداية وعداد بالنهاية فأحسب وقت الدخول ووقت الخروج وأطرح واحد من واحد يطلع لمقدار الفرق أو بأي طريقة ثانية طيب فيعتمد على نوع القياس نجي أول كل واحد نجي هنا نجمع الأزمنة هذا الأزمنة لكل إيش حتى نطبق قانون الأس أم اس نجي كل واحد نستخرج لشنو السرعة مالته يعني عندي هذا الزمن أقسم المسافة على الزمن فالمسافة كيلومتر على الساعة على الزمن 2.6 أقسم الناتج هذا على هذا أحاول الدقيقة إلى ساعة أضربه فيه 60 أيصر 3.2 على 2.6 فيه 60 يطلع إلى 73 8 كيلومتر بالساعة وهكذا بالنسبة لبقية الأوقات بالنسبة لبقية الأوقات طيب أجي هنا أخذ مجموعة القراءات ال vi 481 ومن ثم أطبق قانوني ال tms وال sms من خلال هاي القانوني عندي رح أستخرج ال tms وال sms فبالتالي حيطلع الثميشن vi على الآن رح أقسم يطلع ال 80.2 كيلومتر بالساعة وال sms سيطلع أقل منه بقليل شوف هي تقريبا نفس الأرقام لكن طريقة الاحتساب عن طريق ال الأرثمتك مين وهذا وهذا ال sms نستخدم به الharmonic مين الharmonic مين اللي هو يعني الهورموني اللي هو المعدل الهورموني لل للقراءات فبالتالي حيكون هناك فرق قليل بين نوعي القراءة قلنا tms يحسب خلال نقطة تأثير معينة وال sms يحسب خلال سبشر معين يا هو الأفضل أنا أقول لك ال sms هو الأفضل ليحسب لك تأثير حركة المركبات خلال مقطع معين بما أنه خلال مقطع معين معناه هيحسب لك التأثيرات الخارجية اللي تأثر على سرعة المركبات مثل عبور المشات مثل كلها هتأخذ هذه بنظر الاعتبار نلتقيكم إن شاء الله في محاضرات قادمة شكرا جزيلا كو